عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر والزومبيا اليوم الاثنين بطئا من الساعة الثانية زوالا في أكشاك ملعب شهيد حملوي العملية شهدت إقبالا متوسطا وعاديا في البداية لكن الوتيرة سرعان ما تسارعت في الساعة الأخيرة لتباع خمسة عشر ألف تذكرة لحد الآن وبالتالي فمن المنتظر أن تنفد التذاكر بما أن العملية ستتواصل غدا قبل انطلاق المباراة خاصة وأن الجمهور القسنطيني يحضر لتنقل قوي ومفاجآت كثيرة في المدرجات